السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقدم لكم القنية مفورة ومحمرة في الفران بالشعرية الصينية اتمنى تعجبكم اتنال اعجاب ديالكم القنية هي هذه دبا ان شاء الله سنبدأ نصيب فيها نقيها ونقادتها ونديل الحامض كيف حل الدجاج غي واحد المعلومة هنا رأييني ها كوحيل هذه هي بلدية وهذه لعنية بويدرة هي الرومية انا شحالا دراني موسيق لها البشري لانا كان نشريوها بعيد فاش ماشي نلقينا ملقاش داكسر حكي يديرها دبا على بركاته الله غادي نلقيها نديرها كيف حال الدجاج ونملحها الحامض وغنشر ملها وحتل العشي عاد غادي نطيبها معاكم هنا بعد ما ما خليتها في الماء وغسلتها رأيكم عافية طريقان مهم بلا من طول الفيديو هنا كما تشوفون عني شرمتها وخليتها تقريبا نصنهار وهي هكا في اللقامة حتى في سكنجبير والبزار والخرقوم وشوية ديال التومة ونمعدنوس والقصبور صافي هذا ما كانت شري دكلاو سكنجبير دبا إن شاء الله سوف نخليها إلى جنب نخذه هنا في السلافة هذه وهو الجبانة سوف نديروا شوية ديال القصبور من الدنوس هما الأولين شوية ونزيد عليهم شوية ديال البصلة اللي سوطيتها شوية في زويتة بلدية ونضيف لها ونضيف لها في الحشوة ونزيد شوية ديال التومة خضرة ونزيد شوية ديال الكبدة اللي سوطيتها هي شوية زيت البلدية وشوية البصيلة الكبدة ديالها ديال هاد ديال القنية ودابا إن شاء الله هاد ننتبالها غاد ندير شوية الخرقوم وشوية ديال زعفران شوية زيت البلدية هي را كتبغي زيت البلدية كتجيها زوية هنا ومليحة شوية ديال التومة أو كدر شوية ديال السكينجبير هادك شوية شوية خواتي ما نقول لكم شمع القولة الجوج معاك على حسب الخاليك يعني كل ذا در القنية كبيرة كل ذا درها صغيرة كل واحد شنو دا لحشوة غشوية كل واحد على حسب أنا هنا تناخد العبار ديال بيدي را كندير غير هاكوك والبزار رقجة رائعة لا تشبعوش منها تهي ودابا نحرقهم مزيان هكذا يمكننا نساجموا بعضياتهم مع ذلك الكبيرة والبصلة والعطرية والبزار والبزار يجبونه نضيف الشعرية لنعمر الزيتون والبزار لا يجبونه فروز لا يجبونه وحضر يجبونه فيها نضيف نضيف ونفورها بدأت تفور ونضيفها في الفران سوف ندهنها و ندهنها و ندهنها في الفران سوف نبدأ العملية سوف نأخذ هذه النية سوف نملك بالمهنة لطبيب نملك الهجر و ندهنها و نملك مرات سوف نيجرد العملية نملك الزراحية بسم الله صافي ونبقونا نعمره نبدأ نعمر هذه القنية نديروا شيء مختلفة أغلبية نديرها إما بالفريط والزيتون ولا بالزبيب والبصلة ولا هكو نشرم لها ونديرها مع البطاطا نديرها بحل شكل الحوت ركا جيزوية نتائية رائعة ونحن نقوم بخالفه نديره كل مرة نجربه كما قلت لكم نخدم الطبيب والله يسمح لي من الطبيب شوهت بالطباء اليوم ونخيط 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 على تشكل ونخيط 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 بعد شرمت ونخيط 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 سوف نخيط مخيط بعض البيضات ونشاد ونخيط نضع قليلا الملح ونضع خمارة للحلويات ونضع الخالط ونضع الحلويات ونضع الحلويات ونضع قليلا الملح ونضع حجرة ونضع الحلويات ونضع مستحفة ونضع حلويات ونضع حلويات ونضع حلويات ونضع حلويات يمكننا خمسة ونضع اضع الطحين او فارينة اضع العجينة اضع العجينة بعد اجمعها اضع تصوص بها بلاستيق اضع 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 سمع اضع اضع سوف نشارك معاكم واحدة. هنا من بعد ما رتحت للعجينة تكون شوية هاكا ونضرب لها الطحين رشينا الطحين عليها هاكا صافي وقتل صافي وقتلق العجينة على هذا الشكل ونضرب لها حتى نطلق العجينة هنا اخواتي بعد ما سرحت العجينة ها انتم على هذا الشكل لاني بديت وصناع لي التليفون وخسر لي القضية المهم انكمل معاكم هادي او مع دور الجوز اراني درت ديجا هنا درتهم هنا انتم ما كما كتشوفو يحتصون علي تليفون وانا بغن نكمل العجينة ديالي كاملة لا تشكل باش نقليهم ارى سهلة ارى سهلة لا تخافوش منها ارى سهلة ارى بعد ما سريت الهادي اللي اولا ارى بقى عندي العجينة اللي بقاتت لها هي هنا نعود نصيفها المهم ده بغن نبدأ ننقليهم القنية هي هادي كانت منت قبل العليا ها هي كجزوينة والحشوة ما شاء الله كجلديدة وانا رضقتها ما تسنيت حتى ان نصور وزيينة بشوية ديال الشلادة انتم مركم ما كتشوفو هاكا شيء خفيفة ما فيها شيء مرقة بزف وهاتشي هو ديالليل وهذه الخبيزة لديت لكم ديالليزي بينا خاقة لا تشكل كيجي ورائعين وزوينين انتم ما كيجي خاوين من الداخل كانت منتجربوهم واللي عجبو الفيديو شارك معايا في القناة ويستجعني باش نوريكم وصفات ان شاء الله والى اللقاء ان شاء الله ان شاء الله سوف نصيب فيها ننقيها وننقذها نديل الحامض كبحة الدجاج لدي واحد المعلومة هنا را عينيها كوحيل هذه هي بلدية وهذه لعينة بويدرة هي الرومية ان شاء الله انا شاء الله لديها البشري لان كنا نشريها بعيد فاش مشي نلقينا مبقى شدك سارح كي يديرها دبع على بركاتي الله غادي نلقيها نديرها كبحة الدجاج والملحة والحامض وغنشرملها وحتى اللعشي غادي نطيبها معاكم هنا مبعد ما ما خليتها في الماء وغسلتها راكم عافية طريقة مهم بلا من طول فيديو هنا انتم كما تشوفون ان شرملتها وخليتها تقريبا نصنهار وهي هاكا في اللقامة حتى في سكنجبير والبزار والخرقوم وشوية ديال التومة والمعدنوس والقصبور صافي هذا ما كانت شديدت له سكنجبير دبع ان شاء الله هادينا نخليها على جنب ناخده هنا بالسلافة هادي اهو الجبانة غادي نديروا شوية ديال القصبور والمعدنوس هما الولين شوية غادي نزيد عليهم شوية ديال البصلة اللي سوطيتها شوية في زويتها بلدية باشطلق النادك النسمة ديالها في الحشوة وغادي نزيد شوية ديال التومة هاكا خضراء وغادي نزيد شوية ديال الكبدة اللي سوطيتها شوية زيت البلدية وشوية البصيلة كبدة ديال ديال وشوية ديال سوف يغادي نزيد ملحة زيت البلدية زيت البلدية زيت البلدية و مليحة ثومة مغضرة أو بحضر سكنجبير أخواتي لا أقول لكم ما أقول لكم على حسب الخالد يعني كل يدر لقنية كبيرة كل يدرها صغيرة كل واحد شنو دير الحشواغي شوية كل واحد على حسب أنا هنا أخذ العبار ديالي بدي ركا ندير غير غير هاكوك طول بزار ركا جي رائعة لن تشبعوا منها و دابا نحركهم جيدا هكو سجموا بعضياتهم مع الكبيرة و البصلة والعطرية ديالنا هكو ما كنتم ترى رائعة كتشي و يريد أن يزيد شيء من السيمة كي يعجبوا يزيد فيها لكي تعجبوا شيء ده بغا ندير الشعرية بغا ندير المسل لي بشغة نعمر أنا لم أعدين ندير الزيتون اللي كي يريد يجب يدير الزيتون أنا كي يعجبني فروز ما كي يعجبني فيها و تالي كي يعجبو يديرها فهدي هانتو ما ندير ندخل ذاك العطرية فيها و رغا نفورها أنا ما غادش نديرها نفورها من بعد ما تفور ان شاء الله و غاد نديرها في الفران تحمر هندهنها و نديرها في الفران انتم ما كتشوفو دابة غاد نبدأ العملية و نديرها سوف نأخذ هذه افنية بسم الله و بني أبينكم مهنة للطبيب مهنة لطبيب سوف نحنق عليها من كنت صغيرة ولكن لم يصل الهش و قيلة و قيلة اليوم مرة سوف نجرب و ندير واحدة العملية الجراحية بسم الله صافي و نبقونا نعمره صافي و نبدأ نعمر هذي قنية ديالي نديروا شي حاجة مختلفة عشانة اغلبية نديرها اما بالفريط والزيتون ولا بالزبيب والبصلة ولا هكو نشرم لها و نديرها مع البطاطا و نديرها بحل شكل الحوت ركا جزوية نتايا و نريد نحنق مخالفه و نديره و نجربه كل مرة نجربه باش و دا اكملت لكم سوف نخدم طبيب والله يسمح لي من الطبيب و نحنق باشه و نطبيب كيف حل و نقوم بابر و نستعد تعالي نجربه و نقوم و نقوم بالزباه و باخير و نجرب بعد شرمنتها وكملت تعميرها نجعلها على حساب تعميرها لكي تنفخنا الشعرية لا ترطقنا هذه الخياطة نضيفها في الكسكاس سوف نغطيها ونجعلها تفور سوف نغطيها سوف نغطيها بحل المعقودة سوف نغطيها بيضات سوف نغطيها سوف نغطيها سوف نغطيها سوف نغطيها سوف نغطيها الحلويات واحدة ونضي الخالط ديالي نضيف التحين حسب الخالط نضيف شوية بشوية قبل ما تدلقوها ولا شي حاجة رايقك تجمعوا تخليها ترتاح بشي بلاستيك ربع ساعة ولا تولو تساعة وصافي وكتا ديك ساعة كان نديروها تقلة نديروها على عفو اندك باش نقطعوها نضيف تحين هنا تبنت لبقى خاصة الطحين أو فرينة سوف نجمع العجينة هنا العجينة بعد جمعتها سوف نجمع بلاستيق سوف نجمع قاكولة ونضرب لها شدة البوليس ولويت عليها سوف نجمع سوف نجتمع سوف نجمع ونشارك معكم بعد ما أرتحت من بعد ما أرتحت العجينة سوف نجمع قليلا سوف نضيفها نضيفها رشينا الطحين سوف تلقى العجينة 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 fail سهل بعد ان ألقى العجينة سوف تلقى العجينة سوف تنقل these القنية هي هذه. كانت مننا تقبل عليا. ها هي. كجيزوينة. والحشوة. ما شاء الله. كجيزوينة. ما شاء الله. كجيزوينة. وأنا رضقتها. ما تسنيت حتى نصور. وزينتها بشوية ديال الشلادة. انتم كما تشوفه. ها هي خفيفة. ما فيهاش المرقب بزاف. وهذه الخبيزة التي قلت لكم. دياليزي بناخ ها. لا تشكل. كيجيو رائعين. وزينين. انتم كيجيو خاوين من الداخل. كنت منا تجربوهم. واللي عجبوا الفيديو. شارك معايا في القناة. ويستجعني. باش نوركم وصفات أخرى ان شاء الله. والى اللقاء.